طريق طويل قطع الجنيه المصري طريق خالد عظيم بالصبر وبالفساد خلاص يعني داخل دلوقتي فاتح على الـ 28 كانوا يقولوا ان قبل التعويم يا أخويا اللي في كتوبر اللي فات ده ان ده السعر العادل للدولار ده السعر العادل للدولار هو 24 جنيه يا راجل وانه الدولار مش هيرفع اكتر من كده لكن يبدو حتى الكلام ده طلع أو أنت يعني سيبك من المجنون اللي قالك الدولار مش يوصل لعشرين الوادي يوسف ده طلع ان كلهم يوسف طلع ان كل الزيتة دي يوسف الحسين وقالك ده السعر العادل للدولار 24 جنيه وان الجنيه مش عارف ايه فجأة بقى وقالك لا ده مش هينزق لا مش هيطلع تاني فجأة جليل دلوقتي وصل لمرحلة رهيبة خلينا فكرك بعمر قديم قالك الدولار تتحرك قليلا قليلا شوف كده عمر دي بيقولين أنا لا أعرف ولا تنبأ ولكن كراجل بينظر للسوق اليومين التلاتة اللي فاتوا شايفين صعود جديد للدولار أمام الجنيه اليومين التلاتة اللي فاتوا شايفين صعود جديد كان الأمر توقف إنما نحن النهاردة شايفينه بـ 24 وعشرين ستين أنا بتكلم على أنا سعر أنا بتكلم على سعر البنوك وسعر المركزي منين بشوف إنه ممكن يتحرك شوية إنه ممكن يتحرك شوية ممكن أبغلط إنه ممكن يتحرك شوية ممكن أبغلط أنا بشوف السعر الموازي لأنه أصبح هناك سعراً موازين آه يا عمر يا لئيم يعني أنت بتمهد لإيه دلوقتي ما تطلع يا عمر ذكر كده وتقول عملت ليه فيه وتدور ليه كده بتتسحب ليه يا عمر ما تخش وتقول إنه مش سعر الدولار ما تخش وتقول إنه كنت كنت عيال وعبايت ودحك عليكم وشربتوا حاجة صفرة ما تخليك جريء كده يا عمر ده أمرتك بتفهم في الاقتصاد كويس ما تخليك جريء كده وتطلع تقول إنه لا يا جماعة آآ الدولار المفروض يبقى بكذا أصلا أقول لك ليه عمر بيتسحب ده بييجي بالتزامن مع تقرير لوكالة رايتز العالمية اللي قالت فيه إن الدولار وصل لـ 28 هيوصل لـ 28 جنيه في 23 أو سعر الدولار سيصل إلى 28 جنيه في 2023 معلش يا جماعة حد يقول لي 2023 دي بقى عليها كم شهر بقى عليها كم سنة ده بعد بكرة ده بعد بكرة ده احنا خلاص نوفمبر ديسمبر يعني نتكلم على يعني بعد شهر هيبسار الدولار 28 جنيه ده اللي بيتقول كده وكالة نعم نعم 34 يوم بعد 34 يوم هيبسار الدولار 28 جنيه وكالة رايترز كشفت عن فشل خطة الاصطاع الاقتصادي اللي السيسي بيرواج لها رايترز مش احنا واللي اعتمدت بشكل كل على القروض ومخاوف المستثمرين في ظل تدهور الوضع الاقتصادي المصر اسمع كده وشوف السيسي بيعمل صلى عن نبي عليه الصلاة والسلام مجد سيدك لو انت مسيحي ابسك وراء وقلم انا سألت واحد من الخبراء عن السعر العادي للدولار دلوقتي انا معرفش والله يا جماعة عشان انا مفتيش بس واحد خبير يعني هو بيقيسه بالدهب وانا كان فيه حد خليجة اللي يكرمه كان غششني الحزبة دي بسان ستة دلوقتي مستحيل ماشي من هاجيلها دلوقتي من هاجيلها انت بتقول سعر الدهب كم ايوة بزا امسك سعر الدهب ده بقى كده عشان تعرف سعر الدولار كم 1450 صح عيار 21 حلو جدا اضرب في 35 يا علي اضرب في 35 35 35 فاصل 54 اوكي اضرب في دي اضرب 1054 في 35 فاصل 54 وقسم على سعر الوقية مش الولية الوقية كم سعر الوقية 1755 الناتج يطلع كم يا علي على الحلاوة دي يا علي رب العزة انا لو اعدت اليوم الايام العصر ما كنت عارف طلعها انت زي طلعتها كده هو بعتالي انت زي طلعتها كده علي رب عليك والله انا بحسن للناس اللي زي دي والله يا علي ده اصلا اللي انا قلته ما يتقايدش اصلا يعني ما فيش منطق فيه اصلا المهم هو بالنسبة لي فيش منطق لكن هو منطق عنده هو بيقول لي سعر العادل للدولار دلوقتي 29 جنيه يا عم ليه خير قال لي بص سعر الدهب الجرامة هو بقى 1450 حلو قال لي اضرب 35.54 ايه 25.54 دي ما لكش عبيها اعمل زي حالاتك كده عمل نفسك مش من هنا حزبة ايه ماشي لا انا بتكلم على ايه 35.54 دي بتاعت ايه بس انا قلت ماشي اوكي واقسم على الوقية اللي هي سعرها 1755 يطلع لك الناتج اللي طلعه علي دلوقتي ده 29.36 يعني سعر الدولار دلوقتي طبقا للكلام ده وقياسا على الدهب السعر العادل بتاعه 29.36 مش بقى سنة 23 لا لا دلوقتي ناو دلوقتي وانا ما مفهمش في الارقام وبيني وبينها ما يصنع الحداد لكن الرجل سألته السعر العادل للدولار 29.36 يا عمي ازاي قال اضرب جرام الدهب اللي هو 21 ب 1450 اضربه في 35.54 وقسم على السعر الوقية اللي هو 1755 يطلع 29.36 قضي الامر اللي فيه تستفديه موضوع بقى عدم شكرا للاخ الجميل انا طبعا نفسي اقول اسمك والله واشكرك على الهوى بس يعني اتروح في توكر توكر دي في السودان لما كانوا حد يحب ينفوه او يدي له وظيفة وحشة يعني فيودوه توكر حسن السعيتها طلعت بكلمة اروح في توكر موضوع عدم استخدار السعر الصرف ده ميخلي كمان السنديق السيادية الخليجية اللي شهيتها مفتوحة الفترة اللي فاتت دي عشان تشتري مشاريع وشركات في مصر تتأجل وتعمل صفاخات جديدة اسعار الصرف في الشروع مش كلام محمد ناصر وراء تمحول السنديق السيادية الخليجية في عقل صفاخات جديدة في مصر اهدوا بقى شوية كده مش بس كده الدهب كمان في العالم كله ولع الدنيا الدهب ولع بمناسبة الدولار بقى الراجل ده بيشتغل في الدهب انا مش ابلغ عم يعني بس انا بقولي يعني هو بيشتغل فين يعني فهو بيقول لي فراح فين انت ورحت فين بيقول لي النهاردة الدهب زاد في العالم كله يعني عادي يحكي للصبح انا طبعا مليش لا في الطر ولا في الطحين ولا ليه علاقة بس هو بيقول لي الازمة دي الازمة دي عالمية لان سعر الدهب في العالم ارتفع هو بيقول لي كده بقول لي دي ازمة داخل مصر يعني انا لا بس هو بيقول على ما سويته هو الان توقف بيع الدهب في مصر لحين استقرار الاسعار وبيقول ده اللي اعلنته شركة اسمها ايجيبت جولد على حسابها في تينجرام بيقول كمان الدهب يوصل ارتفاعه في السوق المحلي الى 1455 كمان وهذا رقم غير مسبوق على الاطلاق والدهب بيعتبر مؤشر قوي الاقتصاد نحن في مرحلة الانشطار النوي للقنبلة الزرية الاقتصادية ده كلامه بيقول الوقية وصلت الى 1755 دولار وزنها الوقية بيبقى وزنها 31 جرام عيار المعشرين ما عرفش الوقية اللي هي 31 جرام عيار المعشرين بقت ب1755 جنيه وفي ارتفاع في السعر الوقية عالميا وده بينعكس على سعر الجرام الدهب في اي دولة في العالم بجانب ارتفاع سعار الدولار في السوق السودة اللي وصل ل 29 بقوله يعني ناف مصر فقال لأ الدهب في العالم كله ارتفع بس يضاف على مصر ارتفاع سعر الدولار كمان زود الدهب من الناحيتين وقال لي احفظ الرقم ده مؤشر الدهب عالميا يسجل الان 105.94 نقطة وده مؤشر بيحدد قوة الدولار قدام ولا هفهم من الحاجات دي اصلا يعني انا ما بجي هفهمش الحاجات دي ما ليش علاقة بيها يعني لكن بيقول ان سعر الدهب سعر الدهب في نفس اليوم ده سنة 21 27 نوفمبر كان 788 جليل الجرام على الرغم من وقيت الدهب في البورصة العالمية سجلت في اليوم ده 119 يعني سعر جرام الدهب زي النهاردة سنة 21 كان 788 النهاردة 1450 او حاجه 50 اللي بعده ترجمة نانسي قنقر